بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الطلبة بسم النهائي شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجربية أخطأ عليكم تمرين في مخوص درازة دلة عددية مع وسيدة الجزء الثالث نعتبر الدلة F معرفة على R ناقص 2 ناقص ناقص 2 وزيد 2 هذه الدلة المقترحة F لإكس إقال إكس تساوي إكس مربع زيد 4 إكس زيد 6 على إكس مربع ناقص 4 أولا احسب نهاية الدلة F عند حدود مجالة مجموعة التعريف مبين مستقامات المقاربة للمنحنة CF مبين ثانيا ادرس الوضع النسبي للمنحنة CF والمستقيم المقارب اللفقي ثلاثا ادرس تجاه تغيير الدلة F ثم اشكل جدول تغييرتها رابع اكتب معدلة T منحنة CF عند النقطة ذات الفاصيلة CF خامسا انشاء المنحنة CF والمنحنة CF في نفس المعلم إذن نشرع في الحل حساب نهايات حساب نهايات إذن إذا للميت X إذا X يقول إذا نقص لنهايات العبرة هذه في هذه الحالة هذه نعتبر البسط والمقام البسط البسط اللي همنا هو العدد هو X مربع ولهنا X مربع لنقص لنهايات إذن تولينا للميت X يؤل إلى زيد لنهايات X مربع على X مربع بالمدنة واحد وإذا كان للميت X يؤل إلى زيد لنهايات ما لنهايات هذا العبرة هذه تولي X مربع على X مربع معناه واحد ما معناه هذا هذا يبرهن أن Y تساو واحد هي معادلة مستقيم مقارب أفك عند عند نقص لنهايات وزيد لنهايات عند للميت إذا X يقول إذا نقص واحد بالقيم الأكبر من نقص واحد تمدلنا بعد التعويض اللي هنا تمدلنا 2 والهنا تمدلنا 0 نقص معناه نقص لنهايات إذا كان للميت X يؤل إلى نقص 2 بالقيام أقل من نقص 2 نتوصل إلى زي لنهايات إذن X تساوي نقص 2 هي معادلة مستقيم مقارب عام D لا لميت لا لميت إذا X يقول إلى زي 2 بالقيم القبرى أكثر من زي 2 مدلنا بعد التعويض في البسط 18 لنها في المقام 0 زيد 0 زيد ما زيد لنهايات 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 إذا كان لا لميت إذا X يقول زيد لنهايات بالقيام أقل من 2 2 تمد تمد 0 ناقص معناه ناقص لنهاية نهاية نستنتج أن X يسوي 2 زيد 2 هي معادلة مستقيم مقارب عام D معناه معناه أن ناقص 2 زيد 2 معناه X X إذا X معناه ناقص ناقص لنهايات أكتوب ناقص وإذا X هذا الجدول يشكل تعبير عن هذه النهايات X 2 X مربع ناقص 4 و كثير الحدود درجة ثانية هذا العبارة X مربع ناقص 4 هو متنقص في هذا المجال ناقص 2 زيد 2 و متزايد في هذا المجال إذن قدموا ثانيا دراسة الوضع النسب المحنة السياف والمستقيم المقارب لهمنا هي العبارة هذه العبارة هذه F لX ناقص 1 نعود وننشر وشنا نلقو 4X زيد 10 على X مربع ناقص 4 لهمنا هي إشارة متع الكسر إذن 4X زيد 10 تنعدم في ناقص 5 على 2 هذه هي X مربع ناقص 4 تنعدم في ناقص 2 وزيد 2 إذن الكسر يولي لنا الإشارة هو ناقص في هذا المجال وفي هذا المجال وزيد متزايد في من ناقص 5 على 2 ناقص 2 وبعد متزايد من زيد 2 حتى زيد لنهاية لنا نعبر على هذا الإشارات معناه لنا الجهة هذه من ناقص لنهاية حتى ناقص 5 على 2 سيف تحت الدلتا الدلتا هي هو المستقيم المقارب الأفقي لقلك يسوي 1 لنا cf فوق الدلتا ولنا cf تقاط الدلتا لنا من ناقص 2 حتى زيد 2 لنا cf تحت دلتا ولنا cf فوق الدلتا ثلاثة دراسة تغير الدلتا أولا نحسب المشتق تعو هوا المشتق تعو نتلوص لهذه النتيجة ندرس إشارة f فتح لx بحساب دلتا توصل لهذه إذن لدينا نقص 1 ونقص 4 لأن نشكل جدول متاع الإشارات نتوصل إلى f لx موجبة من نقص 4 حتى نقص 1 وسلب خارج نقص 4 خارج نقص 1 جدول تغيرات جدول تغيرات تمدلنا هذه هاكم تشوف هذه إذن نعبر على الجدول السابق تمدلنا هذا ونستعمل نهاية اللي حسبنا في البداية ربعة معادلة مماس معادلة مماس عند النقطة x 0 y 0 هي كالتالي هذه المعادلة الشهيرة معرفة x 0 لنا هو f 0 f 0 هي ناقص 3 على 2 f 0 هي ناقص 1 1 نعود بعد التعويض نتوصل إلى المعادلة المماس t y y يشوي ناقص x ناقص 3 على 2 1 نستعمل الجدول نستفيد بالجدول تغير تدلع هذه إذن متناقصة من نقص لنهي حتى نقص ربعة متزايدة من نقص ربعة حتى نقص نين متزايدة من نقص نين حتى نقص واحد ومتناقصة من نقص واحد حتى الثلاثنين ومتناقصة من نقص من الثلاثنين حتى الزيد لنهي هذا هو الإنشاء التي وفي مخص الممس يعبر على الزوج نقط هذا هو النقط هذا هو النقط هاكم تشوفوه و اه اه انا ايكس انا زيد لنهاية ناقص واりました عندنا ناقص زيدنا هي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والوحدة القياس هي واحدة اشتركوا في القناة